تجري الآن في هذه اللحظات في جينيف السويسرية عملية فرز الأصوات الناتجة عن التصويت على القوائم الأربع التي تتضمن أسماء المرشحين للسلطة التنفيذية الليبية قالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز خلال افتتاحية الجلسة إن مرشحي الحكومة تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل أفاد مراسل العربي بانطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 في سرد بحضور خبراء من البعثة الأممية وعدد من اللجان الفرعية ولجنة فك الألغام من الطرفين هذا وأشار رئيس وفد قوات حفتر اللواء مراجع العمامي في الكلمة الافتتاحية إلى أن أهم أهداف الاجتماع الآن هو تعزيز عمل اللجنة وفتح الطريق إلى سرد وعمل لجنة فك الألغام والهندسية العسكرية في كامل البلاد نذهب الآن مباشرة إلى جينيف في سويسرا وهذا البث المباشر من هناك لهذه الجلسة لأعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي والتي تجري للتصويت على قوائم المرشحين نتابع ونستمع إلى ستيفاني وليامس بالنسبة للجولة الأولى وهي 60% سوف نتجه إلى الجولة الثانية للتصويت بين القائمتين الثالثة والرابعة بالنسبة لرئيس الحكومة وهم عبد الحميدة بيبة وفتح بشاغة أود أن أعطيكم استراحة لمدة ساعتين ثم العودة عند الساعة الثانية لإجراء الجولة الثانية للتصويت شكرا جزيلا عند الساعة الثانية شكرا 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 إذن على ما يبدو بأنه سيتم الذهاب الآن إلى جولة ثانية حيث لم تحسم نتيجة الأصوات والترشيحات التي كان من المفترض أن تصل إلى 60% ليتم حسمها في الجولة الأولى سيتم الذهاب الآن إلى جولة ثانية من التصويت كما نتابع في ظل استراحة أقرتها ستيفاني وليامس لمتابعة أكثر حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من ترابلوس مراسلنا عبد الناصر خالد عبد الناصر كيف ينظر إلى هذا الذهاب إلى الجولة الثانية من التصويت بالمجمل وخاصة بأننا شهدنا قبل ساعة في بداية الجلسة بأن كان هناك إرباك في فهم آلية التصويت بالقوائم ماذا يعني الآن بالفعل ينظر إلى مسألة ما يجري الآن في جينيف هي مسألة معقدة خاصة وأن أعضاء ملتق الحوار السياسي كانوا من البداية قبل الذهاب حتى لجينيف كانوا يرفضون الذهاب مباشرة وبداية التصويت على مبدأ القائمة وقد تنازلت البعثة الأممية عند رغبتهم خاصة وأنهم أشاروا أن تكون بداية التصويت على السلطات التنفيذية في ليبيا بالمجاميع الثلاث أي الأقاليم الثلاث وفعلا تم ذلك ولكنهم أخفقوا في هذه الخطوة وبالتالي عادوا إلى ما كانت البعثة الأممية قد أصرت عليه وهو مبدأ النظام القائمة وهم الآن يخفقون فيه أيضا ما يعني بالتالي الذهاب إلى الخيار الأخير وهو الاستناد إلى أعلى قائمتين حصلت على أعلى نسبة تصويت وهما القائمة الثالثة والرابعة تحصلت القائمة الثالثة على عشرين صوتا فيما تحصلت القائمة الرابعة على خمسة وعشرين صوتا وهذا كان وفق التوقعات وكما قلت حتى في مدخلات سابقة بأن القائمة الرابعة تحظى بنسب تصويت أعلى وربما حتى في خلال الجولة التصويت القادمة ستحصل وهذا متوقع بحدث المراقبين هنا بأنها ستكون هي السلطات التنفيذية في ليبيا الجديدة والتي تتضمن رئيس مجلس النواب الحالي عقل صالح كرئيس للمجلس الرئاسي الجديد وبعضوية أمر الغرفة العسكرية في المنطقة الغربية أسما الجويلي وعن المنطقة الجنوبية أو أقليم فزان المبعوث لمجلس النواب إلى دول المغرب العربي عبد المجلس في النصر وبالنسبة لسلطة التنفيذية وزيرة الداخلية فتحي بشاغة وبالتالي هناك توقعت بأن تفوز هذه القائمة بأعلى الأصوات في الجولة التي ستتم بعد ساعتين من الآن هناك فعلا تعقيد في مسألة الأليات التي اتفق عليها عضاء ملتقى الحوار السياسي ولكن كان ذلك برغبتهم وحتى بإشرف بعثة الأمم المتحدة والتي أشرت عليهم كما قلت في البداية إلى الذهاب طيب ماذا تعني هذه التشكيلة في القائمة الرابعة عبد الناصر هذه التشكيلة والأسماء التي ذكرتها ماذا تعني تعني بأنها ستكون هي بالفعل السلطات التي اتفق عليها الجميع وربما هي يشبها بعد بعض القلق خاصة هل فعلا لن تلقى أي تحديات على الأرض هناك الكثير من الرفض وبدأت تتسرب حتى بعض الانتقادات من الآن حول هذه القائمة خاصة على شخصية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خاصة وأنه شرعنا قبل سنتين من الآن الحرب على العاصمة طرابلس فكيف يكون الآن هو رئيس المجلس الرئاسي الجديد أيضا هناك تحفظات على أسامة جويلي وعلى فتح بشغة كيف يتم الاتفاق بينهم على أن يكون شركين في هذه السلطات التنفيذية الجديدة هناك انتقادات كبيرة وهناك تعالي حتى في أصوات الرفض من هنا من المنطقة الغربية هناك الكثير من التيارات السياسية ومجالس الحكماء والأعيان الذين رفضوا وقالوا بأن حتى صعدوا في مسألة الانتقاد نحن نقبل على مرحلة حرب أهلية جديدة هناك انقسام جديد وهذا متوقع بحسب المراقبين خاصة أن سيكون لهذه الحكومة الكثير من الأطراف التي قد ترفضها ولن تسمح لها حتى بتواجدها في ليديا هذا الرفض كما تقول قد يتطور قد يتطور إلى شكل آخر من التعبير عن هذا الرفض متوقع ولكن أين هنا دور الأمم المتحدة في هذا الموضوع والضمانات الموضوعة لسير هذه العملية برمتها بسلاسة بالفعل وهذا ما فعلته ببعثة الأمم المتحدة حين أخضعت أعضاء ملتقى الحوار السياسي والمرشحين إلى التوقيع على تعهدات كثيرة خلال فترة هذه الاجتماعات التي تجري في جينيب بأن يتعهدوا أولا إذا في حال ما فازوا وتم اختيارهم فعلا كسلطات تنفيذية في ليبيان يتعهدوا بضمان أولا إجراء الانتخابات في موعدها والتمهيد لها وتهيئت جميع الظروف لها وأن يقوموا في حال إذا ما اختار الشعب سلطات جديدة أن يقوموا بالتسليم الطوعي والسلمي لهذه السلطات وبالنسبة للأطراف التي خسرت هناك تعهدات أيضا بعدم المساس بخارطة الطريق الجديدة عدم إذكاء أي صراعات عدم إشعال أي حروب قد تنشب من طرفهم أو حتى عن أطراف هي تابعة لهم لعملية تعرقلة هذه السلطات الجديدة في تنفيذ مهامها في ليبيا خاصة أن هذا المسار السياسي يرتبط بالطبيعة بمسارات أخرى لعل من أبرز المسار العسكري الذي انطلقت اجتماعاته قبل أقل من ساعتين عبد ناصر سأسألك عن هذه النقطة ولكن اسمح لي أعود مرة أخرى إلى موضوع القائمة الرابعة وتحدثت عن التوقع في حال كانت هي الفائزة ولكن ماذا في حال لم يتم اكتمال النصاب في هذه الجولة الثانية سنكون أماما ماذا وهذا أيضا متوقع ولكن التوقعات تشير إلى فوز القائمة الرابعة بنسبة كبيرة من أصوات المشاركين في اجتماعات جينيف ولكن في حال إذا لم تتحصل أي القائمتين على نسبة أصوات كبيرة فإذن يمكن الإعلان بأن للأسف فشل اجتماعات جينيف في الوصول إلى تشكيلة حكومة ومجلس رئاسي جديد لخارطة الطريق الجديدة القادمة والتي هي عبارة عن بضعة أشهر قبل الدخول إلى استحقاق أهم في ليبيا وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقعة لهاية العام الحالي إذن هناك سيناريوهات كثيرة أمام ما يحصل الآن في جينيف ولكن الجميع يجمع بأن القائمة الرابعة ستحصل كما كان متوقعا وكما حتى تحدث الكثيرون لكن هذه القائمة سربما تصددم بتحديات أخرى على الأرض خاصة مع الرفض السياسي من بعض الأطراف السياسية وأيضا حتى العسكرية والتي على مدى الثمانية واربعين ساعة الماضية كان هناك اجتماعات حتى لقيادات عسكرية هنا في المنطقة الغربية ما يؤشر ربما إلى حدود على الأقل عبد الناصر كنت أود أن توضح عنه واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة وما يجري الخطوط العريضة التي نشرت بأنها تتعلق بموضوع فك الألغام بموضوع تعزيز عمل اللجنة فتح الطريق إلى سرط ملف إخراج المرتزقة هل يدخل أيضا الحديث عن سينوريوهات عسكرية ربما في حال فوز هذه القائمة التي ذكرت بأنها قد تكون مرفوضة من البعض بالنسبة للقائمة الرابع إذا ما فازت فسيكون تأثيرها إيجابيا على مسار اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة خاصة وأن عقيلة صالح وحتى قبل أيام صر على ضرورة أن تحرز هذه اللجنة الكثير من الإنجازات فيما يتعلق حتى بمسألة فتح الطريق الساحلي فيما يتعلق بملف إخراج المقاتلين العجرب يمكن إرجاؤه إلى فترة أو مهلة جديدة ولكن لا أحد يعلم ما مدت هذه الفترة وهل فعلا سينجح الطرفان في إخراج المقاتلين الأجانب كذلك فتح بشاغا يدعم ما توصلت إليه اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة من إنجازات كثيرة وكان حتى ساهم في بعضها خاصة في ملف تبادل الأسرة وبالتالي إذا ما نجحت هذه القائمة ستلقي بالدلالة على مسار اللجنة العسكرية وربما سيحرز أكثر من تقدمات خلال الفترة القادمة إذا ما فعلا استلمت التشكيل الجديد يعني بالتالي ذلك يضع عراقين ربما توافق سياسي من خلال القائمة الرابعة وأيضا من خلال القيادات العسكرية على هذه القائمة هل سيكون هو عائق أمام تحركات ربما لأي أطراف أخرى رافضة أم أن هناك ربما أوراق مختلفة بيد الأطراف الرافضة لهذا الموضوع بطبيعة الحال هناك أطراف ترفض هذه القائمة وترفض حتى الشخصية الجدلية التي كنا ذكرناها وهي متمثلة في رئيس المجلس النواب عقيلة صالح أيضا هناك تحفظ حتى على رئيس الحكومة الجديدة إذا ما فعلا فازت هذه القائمة هو وزير الداخلية فتح بشاغة هناك تخوف وهناك قلق وكيف يمكن النسيان ما جرى على ضواحي العاصمة ترابلس من هجوم وتدمير لممتلكات المواطنين وأدى حتى إلى تشريد العشرات من الألاف من المواطنين وأيضا الكثير من الجرحة ولازالت حتى الآن الألغام تحصد المزيد من المدنيين فكيف يمكن تشكيل قائمة بهذا الشكل وكيف يرضى حتى أطراف المنطقة الغربية بانضمام عقيلة صالحة لهذه القائمة هناك سيناريوهات عديدة ولكن ربما السيناريو الأبرز ستواجه هذه التشكيلة الجديدة تحديات فعلية على الأرض ولكن ربما بضغوط من الأمم المتحدة وأيضا الدول المتداخلة في الشأن الليبي ربما ستدفع بضرورة التهدئة وإعطاء فرصة لهذه السلطات الجديدة كي تكمل المسيرة على الأقل خلال هذه الفترة إلى الاستحقاق الأهم والذي ينتظره ليس الليبيون فقط وإنما حتى الدول الداعمة وحتى دول الجوار بعودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال انتخاب رئاسة وبرلمان جديدين شكرا لك من طرابلس مرسلنا عبد الناصر خالد وقد نعود إليك في سياق هذه النشرة أو نشرت لاحقة في حال جد جديد في هذه الجلسة ترجمة نانسي قنقر